مساء الخير الجنة الكراوية تحت أقدام السيدات على ملاعب الدوحة ستتمثل ثلاث قرات بوصفات وملكات وبثلاث من النساء سيكون حكما لطيفا لقيادة مباريات خشنة بين الماكينات الألمانية ولوستيكوس كوستاريكا غدا وللمرة الأولى في تاريخ المونديال الصافرة الحكم ستسلم للحاكمة بأمرها وما على لبنان إلا التقدم بطلب من الفيفا لإرسال تعزيزات مؤنثة لقيادة الأزمات في زمن عز فيه العثور على رجال دولة وأصبح فيه الحاكم هو الحكم لإدارة الأزمات وأخر المعارك التي احتاجت فصلا بين السلطات هي تلك التي شهدتها مدارج ساحة النجمة في اجتماع الليجان المشتركة على قانون الكابيتل كونترول ومن هناك تابع الجمهور المسروق في ودائعه تمريرات النواب في منطقة حسابات الربح والخسارة وشهد الماتش الحامي بين نائب رئيس مجلس النواب اليسبو الصعب والمرشح لرئاسة الجمهورية ميشيل معوض سجالا حادا سجل فيه كل طرف ركلة جزاء بالآخر فقد خلاله ابن صغرت هدوءه واتهم نائب رئيس المجلس بتزوير الوقائع والأغرب من السجال أن الطرفين أقاما سراعا على مشروع كابيتل كونترول مع دوم النتيجة بعد أن تأخر عن زمنه ثلاثة أعوام وأصبحت تعظام مكيحل انتهت منازلة ساحة النجم لننتقل وتنتقل الجماهير المتابعة إلى ملعب السراية بجلسة مرتقبة لحكومة تصريف الأعمال سيدعو إليها الرئيس نجيب ميقاتي وإلى أن يستعيد وعيه بعد توجيه الدعوة الرسمية له لحضور القمة العربية الصينية على أرض المملكة السعودية فإن ميقاتي بحاجة إلى حكم داخلي يرفع البطاقة الحمراء بوجه وزراء التيار الوطني الحر لعدم تعطيل النصاب ويبدو أن الثنائي أم الحزب الله هو من سيلعب دور الحكم وسيغطي أي قرار بالدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء أما وزراء التيار الممنوعين من التصريف الحكومي فهم محرجون من تلبية الدعوة ويخافون أن يقعوا تحت دعس الخيل بين باسيل وميقاتي ويبحثون عن مخارج وأسباب موجبة للحضور الآمن سياسيا بحسب معلومات الجديد فإن ميقاتي سيضع الوزراء أمام مسؤولياتهم بعرض ملفات وزاراتهم داخل الجلسة ومعالجتها وعلى أن يتحمل كل وزير يتغيب عن الجلسة مسؤولية عرقلة ملفات وزاراته وعلى قاعدة الضرورات تبيح المحضورات فإن تصريف الأعمال تحت عنوان تسيير الأمور الحياتية والطارئة للمواطنين بانتظار تصريف المجارير التي رد أحد المسؤولين سببها إلى التغير المناخي والاحتباس الحراري واتساع رقعة الأوزون فوق أعالي المتن نزولا نحو الساحل وهزلت وعشية جلسة انتخاب الرئيس الثامنة اتجهت الأنظار نحو واشنطن حيث القمة المرتقبة بين الرئيسين الفرنسي والأمريكي المنعقدة على أزمة غواصات دولية ومصالحة فوق البحار من أوروبا إلى أمريكا وقبل سياح ديك الفرنسي من واشنطن فإن لبنان يمن النفس بأن تمر أزمته الرئاسية ولو عرضا في القمة الثنائية وبوكالتها الأمريكية عن لبنان ستفتح باريس خطة الإياب مع السعودية لتكتمل الأضلاع المثلثة على التسوية الرئاسية وكما البدايات فإلى النهايات على أرض مونديال حيث سجلت خروجا مشرفا لنصور قرطاج ويبقى الأمل معقودا على أصود الأطلس والسقور الخضرة ترجمة نانسي قنقر